بتحسي حالك عالقة بدوامة يومية مو عرفة كيف تطلعي منها؟ إذا آه، انت بالمكان الصح بحلقة اليوم رح نعرف شو يعني شرارة الشغف ورح نعرف أهميتها وإذا أنا عندي شرارة الشغف هل لازم أضل أشتغل على الشي بدون ما أتعب؟ وكيف ممكن تساعدنا؟ والأهم من هيك كيف تلاقيها عشان تفوتي عالم تاني من حياتك؟ أنا كتبت دفترين كاملين عبل معرفة شو الإشي اللي بحب أعمله وأفهم الشغف وشو أنا بحب بس بسبب تجربتي ما رح تضطر تعملي نفس الشي ورح أعطيكي خطوات عملية تساعدك بمعرفة شغفك بس عشان أكون صريحة أنا عندي مشكلة بكلمة الشغف هلأ قبل ما تطلع من الفيديو خليني أفهمك قصدي أنا باستخدم هذا المصطلح لأنه متعارف عليه لكن بالحقيقة هي معرفة شو حقيقتك شو اللي بيمثلك كبشر شو الإشي اللي الله حطه فيكي تقدري تفادي فيه البشرية هو الإشي اللي بتكون تحبيه وتحبي تعمليه اللي بيسموه الشغف لكن مشكلتي بكلمة الشغف تكمن بحقيقة واحدة اللي هي إنه معنا الشغف بالمصطلح العام إشي بحبه كتير ومستحيل أزهق منه لكن الحقيقة حكس هيك تماما لما نشتغل على إشي معين ونبلش نتعمق فيه إلا ما نوصل لمرحلة نتعب ويبلش الشغل يصير أصعب فمنحس إنه مو قادرين نشتغل فالغلط نحط بدماغنا إنه ما رح نتعب ونزهق إذا أنا بحب هذا الإشي الحقيقة أبدا مش هيك الحقيقة بتكمن إنه أنا بشتغل على الشي اللي بحبه حتى بالأيام اللي أنا بكون متدايقة فيها ومو عبالي لأنه الإشي اللي بشتغل عليه هو بمثل حقيقتي وحقيقة الإشي اللي أنا بحبه حتى وأنا متدايقة وبس نتقبل هاي الفكرة رح نفتح باب جديد هو باب الحقيقة والواقعية وحياة كتير أحلى من إنه نكذب على حالنا ونحكي ما رح أتعب وأزهق من الإشي اللي بعمله أكيد رح يختر ببعنا سؤال إنه ليش الشغف مهم الجواب بسيط لأنه الشغف بحفزك وبيخليك تحسي إنه اللي عم تعمليه إلو قيمة كبيرة لأنه بمثلك وبمثل حقيقتك ومبادئك ممكن تسألي حالك إذا الشغف بهاي الأهمية وهو بمثل حقيقتك ليش هالأد سعب نلاقيه؟ أصلا ليش لازم تسمعي حلقة مثل اللي عم تسمعيها هلا عشان تلاقيه بدون ما تكوني أصلا عارفتي مشكلة الشغف إنه مو دايما واضح أو مباشر بسبب الضغوطات المجتمعية والتوقعات اللي بتخلينا ننسى نتساءل عن الأشياء اللي بتخلينا نحنا شخصيا نحس بالسعادة والحماس وهاي مشكلة الصورة النمطية اللي نحنا منحط حالنا ضحية بسببها منرسم صورة معينة عن حالنا وعن مستقبلنا اللي ممكن تتغير وطبيعي جدا إنها تتغير بس طبعا كل مشكلة وإلها حل اتبعي هاي الخطوات وإن شاء الله رح تلاقي حقيقتك وحقيقة الأشياء اللي بتحبي تعمليها أو بين قوسين شغفك واحد بس تتخيل الحدا اللي انت حاب تكونيه شو الصورة اللي بتطلع قبالك؟ كيف شكلها؟ شو بتلبس؟ شو بتعمل بحياتها؟ شو الأشياء اللي بتحبها؟ كل هاي التفاصيل يمكن صعب تجاوبي عليها دوري أو أصلا إنك تتذكريها عشان هيك من المهم إنك تعملي vision board افتحي على بنترست وإعملي board خاص بس للأشياء اللي انت بتحبيها اعملي save لإلهم سواء كان نوع أكل، نوع أواعي، سيارة، بيت انت حبتي أي شيء مو شرط تكون عندك أصلا هاي الأشياء يعني لو انت بتحبي إنك تاكل أكل صحي بس هلا ما عم تاكلي حطوا صورة للأكل الصحي عادي حطوا صورة أو فيديو أي شيء حاب يكون بحياتك وبتحسي إنك بتحبي أنا شخصيا عندي board على بنترست بحط فيه كل إشي بعجبني وبسببه اكتشفت إني بحب الألوان البنتي كتير مع إني كنت مفكري إني بحب اللون الأسود أكتر بس الحقيقة طلعت العكس تماما وما كنت رح أعرف هالشي لو للفجن بورد اتنين اعرفي مبادئك المبادئ هي الأشياء اللي على أساسها نحن منتصرف بالحياة وهي جاي من جواتنا سواء من تربيتنا، مجتمعنا، ديانتنا أو حتى من التجارب الشخصية المبادئ هي بتحدد أهدافك والأشياء اللي حاب بتعمليها يعني في كتير بنات من أهدافهم لحجاب حابين إنهم يتحجبوا من جواتهم بس ما بعرفوا متى بس بدهم يتحجبوا وإذا فكرنا بسبب هذا الهدف إنه شو سببه؟ سببه الأساسي هي المبادئ الدينية كتير مهم نعرف مبادئنا عشان نعرف بشو نحن مأمنين ولما نتخذ قراراتنا على أي أساس منتخذها وطبعا تقدر يتعرفي هالشي بأكتر من طريقة ممكن بإنك تفكري بالأشياء اللي مستحيل تتنازلي عنها كمبادئ وتشوفي ردات فعلك والأشياء اللي ما بتحبي أي حدا يتخطوه مثل مثلا أنا شخصيا وقتي عندي إيام مهمة كتير ما بحب أي حدا ما يحترمه أو يحترم التزامي لإله فهات جزء من مبادئ وإنت بتقدر يتعرفي هاد الشي كمان ثلاث بلش اعرفي وشوفي شو الأشياء اللي بتحبي تعمليها شو فيه إشي بس تعمليه بتحسي الوقت بطير وإذا ما في شي مثل هيك فاكري بالأشياء اللي كان دايما نفسك تجاربيها وتتعلميها وأسرع طريقة بتقدري تكتشفي فيها هالشي إنك تشوفي وين أكتر مكان بتقضي وقت عليه على الإنترنت شو أكتر شي دايما بتدوري عليه وبتحبي تتعلميه وتحضريه نسبة كبيرة بيكون هذا الإشي اللي أنتي بتدوري عليه اللي هو شغفك أربعة افهمي الأشياء اللي ما بتحبيها إنك تعرفي الأشياء اللي ما بتحبيها هو بقدر أهمية معرفة الأشياء اللي بتحبيها اسألي حالك وإنتي رح تغرفي الجواب شو في الأشياء اللي أنتي بتعمليها اللي واسألي حالك إذا جد بتحبيها أو لا مرات نحن منحكي ومنفكر إنه منحب شي بس فعليا ما منكون نحبه نحن منمثل إنه منحبه لأسباب تانية ممكن عشان بدنا ناس تانيين يعجبوا فينا أكتر ونرضيهم أو عشان نرسم صورة اللي نحن منفكرينها إنها أحسن لإلنا واللي هي أصلا ما بتمثلنا خمسة اعرفي نقاط قوتك عشان تكتشفي حالك الحقيقية لازم تعرفي وتركزي بنقاط قوتك شو في الأشياء اللي دايما بتحسي حالك بتعمليها بدون تعب اللي الناس دايما بتمضحك عليها شو الأشياء اللي وأنتي بتعمليها بتحسي إنك عارفة كيف ممكن تطوري حالك فيها وحطي بدماغك إنه مش كل شي نحنا منعرفه من حالنا نحنا كنا منتعلم من بعض لكن القصد هون إنك بعد ما تعلمتيها بتحسي إنك مستعدة تتعلمي كمان وبتكوني مستمتعة كتير وببعض الأحيان هي أشياء أنت بتعمليها وبتحسي إنه الناس التانين بيستصعبوا إنهم يعملوها هاد ممكن كمان يكون مؤشر إليك ستة البنوثات اللي دايما بسمعوني بيعرفوا شو النقطة اللي بعدها اللي هي الكتابة الكتابة سلاحك السري لتعرفي الأشياء اللي أنت بتحبيها وبتحبي تعمليها بتقدر تبلشي بإنك تسألي حالك هالسؤال بالجورنل تعتك وتجاوبي عليه بالكتابة أسئلة مثل شو الأشياء اللي بحب أعملها بيوم؟ شو الإشي اللي بس أعمله بحس إني كتير مبسوطة وبعمله من قلبي؟ لو لازم أكتب كتاب واحد بس بحياتي شو الإشي اللي رح أكتب عنه؟ أجوبتك على الأسئلة هدول بالجورنل رح تساعدك كتير ورح تبلشي تفهمي وتشوفي النمط سبعة الاستشارة إنك تستشيري الناس اللي إقراب عليك واللي بعرفوك منيح وبدعموك إشي رح يساعدك كتير الناس أحيانا بتشوف فينا أشياء نحنا ما منقدر نشوفها بحالنا وبتلاحظ فينا أشياء نحنا ما منلاحظها بحالنا فمن المهم نعرفها ونستفاد منها تمانية اكتبي رسائل لحالك المستقبلية من الأشياء اللي أنا شخصياً ساعدتني كتير كتير هي الرسائل اللي كنت أكتبها لحالي زمان واللي بكتبها لحالي لقدام بيساعدك هالشي إنك تعرف في شغفك لأنه ممكن تلاقي نمط معين بتكرر دايماً أنا شخصياً كان بدي أكون كتير أشياء بحياتي وأنا عم بكبر بس كان فيه هدف معين عم بتكرر واللي هو مساعدة الناس واللي خلاني أكتشف وأفهم الشي اللي بحبه واللي هو إني أعمل هاي الحلقات لإلكم وأشارككم خبرتي والأشياء اللي تعلمتها من أغلاطي والمواقف السيئة والمنيحة اللي صارت معي وإنتي ممكن تلاقي هالشي كمان فيه أشياء نحنا منحب نعملها من نحنا وصغار فيه أشياء رب العالمين حطها فينا ورح تقدري تعرفيها من حالك لصغيرة هلا إذا ما كنتي تكتبي رسائل أول شي عادي تقدري تبل شي من هلا إنك تخلي دفتر خاص بس لهاي الرسائل وتكتبي فيه كل ما تحسي إنك حاب تشاركي شي مع حالك المستقبلية أو إنك حاب ترجع تشوفي شو أنتي كنتي كاتبة لحالك الحالية تقدري تسألي أهلك شو الأشياء اللي كنتي تحبي تعمريها أنتي وصغيرة شو الأشياء اللي كنتي تقرأيها تحضريها أو تلعبيها مع مين ووين كنتي تحبي تلعبيه كل هاي الأشياء رح تخليك تفهمي حالك أكتر وتعرفي شو بتحبي وشو بتكرهي واللي رح تساعدك تعرفي شغفك وتذكري إنك تعرفي شغفك هاد إشي مو سريع وبحتاج لوقت وصبر وتعلم لكن آخرتك رح تلاقي بهاي الحلقة حكيت عن أهمية إنك تكتشفي ذاتك وما رح تقدري تعملي هيك بدون ما تعرفي شو الطاقة الأنثوية وأهميتها بتغير حياتك احضري هاي الحلقة من هاتونز بلوك عشان تكتشفي كيف إذا عندك أي شي حابة شاركي ممكن يساعدنا باكتشاف الشغف شاركي بالكومنت أنا كتير مبسوطة إني جزء من رحلة التغير تاتك ظلكم آمنة بأله وبحالك رح أشوفك عن قريب بالحلقات الجاي مع السلامة